وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ وتطوير كافة الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان وفي اجتماع آخر طلع رئيس السيسي على المخطط التنفيذي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك جهود إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة بشراكة مع الخبرة الإيطالية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية وتطوير كافة الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات لتتواكب مع العملية التنموية الشاملة التي تمثلها التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة وعلى نحو يعزز من صورة الدولة المصرية الجديدة بمفهومها الشامل ويتفق مع مكانتها وحضارتها وفيما يتعلق بقطاع تطوير وإنشاء المدن الجديدة عرض السيد وزير الإسكان الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال بمدينة أصوان الجديدة بما فيها الممشى السياحي والحديقة الشاطئية والمصرحان المكشوف والروماني فضلا عن مدينة المنصورة الجديدة بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية بالإضافة إلى مدينة الجلالة بما فيها منطقة الأبراج الجديدة كما تم استعراض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية وكذا الحي الحكومي والمال والأعمال والأبراج الفندقية والنهر الأخضر والبرج الأيقوني الأطول في أفريقيا فضلا عن أعمال المرافق الأساسية كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا كما اطلع السيد الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون وطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف التنفيذي لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالسحل الشمالي بما فيها الطريق السحلي اسكندرية مطروح والذي سيتم تطويره وتوسعته ليصبح ستة حارات في كل اتجاه حيث وجه سيادته بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق كما عرضت دكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في قطاع محطات معالجة مياه الصرف على مستوى الجمهورية والاستفادة منها في إقامة الغابة الشجرية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك بحضور كل من سيد هشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة بيل كالر لصناعة الجلود والسيد سيد فارج رئيس مجلس إدارة شركة شوروم للتجارة الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء المصنع طبقا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميا وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار سواء لدباغة الجلود أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة على نحو يؤهل مصر للإنفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود كما اطلع السيد الرئيس على كافة مكونات المشروع العملاق بالإضافة إلى دراسات الجدوى ذات الصلة حيث سيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة فضلا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات وفي السياق المتصل تم عرض جهود تطوير صناعة الجلود في مصر كالأحذية وغيرها بالتكامل مع مشروع مصنع دباغة الجلود بهدف التوسع للوطين هذه الصناعة في مصر حيث وجه السيد الرئيس بأهمية امتلاك القدرة الصناعية لتوفير أفضل المنتجات الجلدية المصنعة محليا للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب وأخذا في الاعتبار ما سيساهم به هذا الطرح في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود لسيما في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزا لصناعة الجلود ومنتجاتها